لن نبرح مكاننا وسنموت شامخين هي رسالة واضحة ومباشرة لمشاهدين من العائلات والنازحين في رفح يتحدون بها تهديدات الاحتلال ويرفضون مغادرة المدينة المهددة بالاجتياح في جنوبي القطاع هل هناك طريق أو مكان آمن اليوم في غزة مشاهدين الجواب كان لعائلات مدينة رفح والنازحين إليها الذين رفضوا قطعا مغادرة منازلهم وقيامهم والقضوع لتهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي ففي بيان أصدروه أكدوا أنهم لن يغادروا المدينة وأنهم قرروا الموت هناك أو العودة إلى ديارهم وقد توقفت الحرب ورفح مشاهدين آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوم وتضم أكثر من مليون وأربعمائة ألف فلسطيني منهم مليون وثلاثمائة ألف نازح من محافظات أخرى وفي المكتب الإعلامي الحكومي النازحون من كل مناطق القطاع أكدوا شيئا واحدا مشاهدين وقالوا بخصوصه لن نقبل العودة وترك أهل رفح الذين استقبلونا وفتحوا لنا قيوبهم قبل بيوتهم وقاسمونا لقمتهم وملبسهم ومشربهم لن نتركهم وحدهم لقد اتخذنا القرار الوضع الإنساني في رفح كارثي ويفوق القدرة على التوقع على التوقع حسب منصق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفث جريفث قال في رسالة نشرها على حسابه بمنصة X لقد عانى كثير من سكان رفح اليوم الذين يزيد عددهم عن مليون نسمة معاناة لا يمكن تصورها أين يفترض أن يذهبوا كيف يفترض أن يبقوا آمنين على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل كبير تحت وسم رفح تحت القصف حكيم نشر مجموعة من الصور مأخذة عبر الأقمار الصناعية في اكتوبر من العام الماضي وقارن بينها وبين اليوم هذه الصورة الأولى مشاهدين تبين حجم القصف الكبير على مدينة رفح وهذه الصورة تبين حجم الكثافة السكانية المتزيدة يوميا خلال أشهر العدوان حكيم كتب تعليقا على هذه المقارنة صور بالأقمار الصناعية تبين بعض مناطق رفح سابقا وحاليا يوجد حاليا ما يقارب 28 ألف نسمة في كل كيلومتر مربع وهي نسبة الأعلى في العالم مدينة رفح مهددة بالتوغل البري مع استمرار القصف العنيف والمكثف المجازر مستمرة والإبادة مستمرة شيخة تعلق على موضوع القصف قائلة القصف رح يقتل أكثر من الاجتياح البري أحسن جملة الاجتياح البري تقال في الأخبار لنشر الرعب ولفت الأنظار عن القصف في رفح والمجازر اللي قاعدة تصير بسببه علي يكتب هنا في أسوأ التخيلات ما كانش الإنسان يتخيل أن العرب والعالم كله يسكت على الإبادة دي لمدة أربعة أشهر ولسه مستمرة شيخ يخلي العقل يتجنن بحسب قول علي المكتب الإعلامي بغزة حذر من كارثة ومجزرة عالمية في حال اشتاحت إسرائيل محافظة رفح ومنذ بداية العدوان على غزة وقوات الاحتلال تطلب من السكان التوجهة من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بالدعاء أنه مناطق آمنة لكنها لم تسلم من قصف المشافي وأماكن النزوح والمنازل وسيارات الإسعاف ترجمة نانسي قنقر